فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلام وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلام وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلام وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلام وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلام وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود إن لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلام وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا